عماد جديدي معلم مع تنبيت رقيف على خلفية الحركة الاحتجاجية ولا خلفية القرارات التي اتخذتها النقابة العامة بما يخص الهيئة الإدارية الأولى والهيئة الإدارية الثانية وعلى خلفية عدم تطبيق القانون المتعلق بالرأي الرسمي في تخبيل ساعات العمل والذي ينصه صراحة على أن المعلمين بمختلف أصنافهم تتراوح صحات العمل بين 18 و 15 و 16 ساعة يرفض معلم أرديف التوزيع بهذه الطريقة المسلم للسادة المديرين من الإدارة الجهوية والذي لا ينص على تطبيق القانون ويدعو المعلمين إلى التدريس ب20 ساعة عمل وهذا مخالف قانونيا لما ورد في الرسمي المعلمون يتمسكون في إيرترديف في حقوقهم المادية كما يخص الترقيات والإفراج عن الترقيات ويستنكرون المماطلة والتسويف الممنهج والمتعمد من الوزارة كما يستنكرون كذلك التصريحات إن شئنا الأخلاقية والإستاذية للسادة الوزير ونحن نلاحظ اليوم في معتمدية إيرتديف أن على إثر قرار المتخذ من النحاب الأساسية للتعليم للشدائي بإيرتديف والذي يدعو إلى مقاطعة العربة المدرسية أن في مدارس الرديف فوضى عارمة أغلبهم قد غادروا وحرموا من العودة المدرسية ونحن نحمل سلطة الإشراف وعلى رأسها السيد الوزير الذي وعد الشعب السونسي في العموم ووعد أهالي الرديف بالخصوص من عودة مدرسية ميمونة ونحن نلاحظ عكس ما صار تماما بالنسبة لشيف ترديف عودة مدرسية حتى لا أقول مشلولة تماما بل هي متعفرة بنسبة ما يقارب 98% هي عودة متعفرة نسبيا ولكن ترديف كما قلت لك هذا قرار المقابة الأساسية اتخذ بمعزل عن جميع الجهات إذ اتفقوا جميعا على مقاطعة العودة المدرسية 14 نسبة وهذا ليس غريب كما تعلمون على مقابة البيت التي خاطت وناظلت في عهد الدكتاتورية كما بالك اليوم في عهد الدكتاتوريات وثم هم يطالبون بتطبيق الخانون لا أكثر ولا أقل هم يطالبون بتطبيق الخانون وأؤكد المطالبة بتطبيق الخانون الوارد في رائد الرفق إلى أكثر ولا أقل ترجمة نانسي قنقر